أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الفهم ما يقضي وما هو شارع بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون الأماجد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته حديثي معكم اليوم مع شخصية علمية هامة ومع حلقة جديدة من برنامجكم مصابيح مضيئة من حياة علمائنا أتدرون من هذه الشخصية العلمية القيادية إنه عمر بن الخطاب الخروصي رحمه الله تعالى فهو من بين العلماء الأتقياء الأولياء نسبه عمر بن الخطاب ابن محمد بن أحمد بن شاذان ابن الصلت بن مالك الخروصي رحمه الله تعالى ويكفي هذا العالم الكبير شهرة ما وصفه به بعض العلماء العمانيين ومن بينهم شيخنا العلامة خلفان بن جميل السيابي رحمه الله حيث قال في كتابه الجزء الثاني سلك الدرر الحاوي غرر الأثر قال فقام فيهم الإمام العادل اللو دعي والهمام الكامل سليل خطاب وهو عمر كعمر الأول وهو آخر تشابها في العلم والصلابة والزهد والتقوى مع الإنابة من نسل شاذان له قد بيعا سنة خمس وثمانين معا وذاك من بعد الثمان المئة وكان هذا سادس الأئمة بعد الثلاثين أقام العدل أباد للعداة قتلا قتلا أخذ العلم عن مشائخ عصره حيث بلغ مبلغ فحول العلماء واقتبس السيرة منهم حتى صار قدوة الفقهاء أوتي فصاحة وبيانة وقوة حجة واستبيانة ومنطقا وبيانة حيث شهد له علماء عصره وهم جمع كبير شهد له بأنه جمع أو شهدوا له بأنه جمع بين العلم والعمل والفتية والتوجيه والإرشاد والعدل فسار على خطى أهل الصلاة أيها الإخوة وقفة قصيرة لأواصل الحديث معكم بمشيئة الله أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد دافع إلى الله سار ومفلصين أعلم مشاهدي الأكارم تحية طيبة مرة أخرى لأواصل الحديث معكم عن هذه الشخصية العلمية ومع مصابيح مضيئة من حياته رحمه الله إنه عمر بن الخطاب الخروصي الذي جمع بين العلم والعمل والفتية والتوجيه والإرشاد والعدل ترسم خطى أهل الصلاح حتى أصبح قدوة أهل زمانه وأسوة لهم في السيرة الحسنة والإصلاح والنظام والانتظام اهتم بحلق العلم في مجتمعه وتعليمه سجلت له أيام حكمه في عمان بطولات وشجاعات عرف بقلبه النبيه ونبهته الوقادة يحمي الناس وينفس عنهم كربهم فله مواقف بطولية أمام مناوئيه بغير حق مكنته منهم وأورثه أرضهم وديارهم وقضى عليهم عاش بين كوكبة علمية كبيرة منهم الشيخ القاضي قطب عمان آن ذلك الوقت أبو عبد الله محمد بن سليمان ابن أحمد بن عمر ابن أحمد بن مفرج البهلوي ويعتبر هذا العالم شيخا للإسلام وعلما من أعلامه ومن أبرز العلماء الذين بايعوا عمر بن الخطاب الخروصي هذا سنة ثمانمائة وخمس وثمانين هجرية ويتمتع هذا الإمام عمر بن الخطاب بفصاحة اللسان وقوة الجنان وسعة الاطلاع وهكذا أيضا القطب رحمه الله البهلوي الذي ذكرناه سابقا يتمتع بهذه الحصافة الخلقية وبهذا العلم عاش الجميع عيشة العلماء المصلحين الذين كانت حياتهم حافلة بأي شيء حافلة بالعلم والتعليم وتوجيه الناس وأيضا كانوا أيضا مجموعة كانوا مجموعة من العلماء إلى آخرين إلى جانبهم عرفوا أنهم علماء فضلاء وأتقياء وخبراء وأصفياء وفيهم أيضا رجال اقتصاد وأثرياء ولقد تقلبت في ذلك الوقت أحداث يعني تاريخية ولكنه كان هذا الإمام عمر بن الخطاب صلبا أمام دعاة الفساد وبث الفرقة في ينتقل من مكان إلى مكان للإرشاد والتعليم والحكم بين الناس وللوقوف أمام الخصم تارة أخرى والذب أيضا عن حياض الإسلام والوطن تارة أخرى ولقد كان في جميع أحواله المسلم المثالية الحريص على دينه الوفية في عقيدته المخلص في عمله الدؤوب على عمل الخير وقول الخير والكفاح من أجل الغير جسد الشخصية الإسلامية المؤمنة أيها الإخوة المشاهدون هذه أوصاف حقيقية في هذه الشخصية العلمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومن أراد الإطلاع فليرجع إلى كتب التاريخ ككتاب تحفة الأعيان وغيره من الكتب التي كتبت عن هذا العالم الجليل وعن هذه الشخصية الإيمانية التي قادها الإيمان في طريق الحق والعدل إلى أن لقي الله عز وجل وقفة قصيرة أعود بعدها معكم لأكمل الحديث أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد مشاهد الكريم وعودا معكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية قلت قبل قليل أن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قسد الشخصية المسلمة المؤمنة فنمت نموا سريعا وباهرا لم يظهر كإمام فحسب بل وكفقيه متنوع المزايا والعلوم لقد تابع القرآن الكريم قراءة وفهما وتدبرا وتفوق أيضا في تفسيره وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بعلم السلوك فتألقت شخصيته وسمت مكانته فنال احترام أقرانه وتوقيرهم له قبل إمامته وبعدها أي عرف بالعدل والعلم والفقه قبل أن يتولى الإمامة ومن باب أولى اختيره لأنه وجدت فيه الأوصاف التي يجب على المؤمن أن يتصف بها أتدرون من مواقف هذا الإمام أنه أقام صلاة الجمعة وقت حكمه في جميع المدن العمانية وقراها وتعقب المتخلفين عنها بغير عذر شرعي والمتتبع أيضا لسيرته رحمه الله يجدها سيرة عطرة تشبه سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدله في ورعه وأيضا من مميزاته الكبرى أنه رحمه الله جمع علوما جمع فهو كان عالما جليلا كان حاكما عدلا ولذلك قال الشيخ خلفان بن جميل عندما وصفه كعمر الأول وهو آخر كعمر الأول أي تشبه سيرته سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعمر الأول وهو الآخر وما أجمل أوصافا وصفها بهم واحد من الشعراء العمانيين حيث قال هم الأولى لم تزل فينا مآثرهم كالغيث أردف شؤبا بشؤبوب هم الأولى دوخوا الدنيا بهمتهم وأمنوها بمسفوك ومصبوب طورا تراهم رهابينا وآوينة أسود غاب على جرد سلاهيبي جزاهم الله أضعافا مضاعفة من الجزاء بدار الأنس والطيب أي بالجنة لقد توفي في مدينة نزوة مقر الحكم آنذاك وقبر بها قال النور السالمي رحمه الله تعالى في تحفته ولم أجد تاريخا لوفاته إلا ما قالوه في ذكر من بعده فإن كانت بيعته أي بيعته هذا الإمام بعد موت هذا فإن إمامة عمر تكون تسع سنين تقريبا أي في سنة أربع وتسعين بعد ثمانمائة هجرية ولقد كان في أيامه رحمه الله عدة من العلماء في مقدمتهم القاضي قطب عمان أبو عبد الله الذي أشرنا إليه سابقا محمد بن سليمان ابن أحمد بن مفرق ابن محمد ابن عمر بن أحمد بن مفرق أي في عام ثمانمائة وخمس وثمانين هجرية الذي اعتبره الجميع ونحن نعتبره أيضا أنه شيخ الإسلام في ذلك الوقت كما أشرت سابقا وقد تمت مبايعته إماما بعد وفاة الإمام عمر الخروصي أي عقد على الإمامة هو القطب البهلوي رحمه الله بحور علم إذا ما قئت ساحلها رمتك أواجها بالجوهر الفخمي هم بدور الهدى نارت سبيلهم وهم بحور الندى في الفضل والكرم وترجع إليه رئاسة علماء زمانه لشهرة مدرسته المعروفة التي يأتي إليها العلماء وطلبة العلم للاستماع إلى محاضراته والاستفادة من دروسه وإرشاداته حوى معارفة ثقية وهبه الله عز وجل علما بالأحكام تولى القضاء وفصل المنازعات بين الناس فشاء الله عز وجل أن يوفقه في هذه الحياة العلمية التي أنارت مدن عمان جميعها وغالبا ما تدور محاضر تلك الجلسات يقوم الطلبة من تلك الجلسات وقد استفادوا منه علما وعرفوا طريقة استخراج الأحكام واستنباطها من القواعد الكلية وأنواع السلوك الذي يجب أن يتحلى به من يحكم بين الناس ويقوم المتخاصمون وقد رضوا بحكمه رحمه الله وأعني بذلك إكمالا لسيرة هذا العلم القليل الشيخ البهلوي قطب الدين رحمه الله تعالى تلكم أيها الإخوة مصابيح مضيئة من حيات العالم القليل الإمام عمر بن الخطاب الخروصي وقطب زمانه في ذلك الوقت الشيخ البهلوي والذي تولى الإمامة أيضاً بعد أن توفي عمر بن الخطاب الخروصي فكل هذين الرجلين كان شخصيتين علميتين في مجتمعهما العملي بل قد أنار كثيراً من جوانب حياة الناس وكانت لهم صلاة قوية بمجتمعهم بل وبعلماء آخرين من خارج عمان وما أجمل الحديث دائماً عن هؤلاء الصفوة العلمية فلنا لقاء بمشيئة الله في الحلقة الآتية والله تعالى نسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا السيرة على نهج هذا السلف الصالح آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته